مرحبا يعطيكم العافية وسلام الجميع اليوم 21 ديسمبر 2023 طل وزير الهجرة الكندي ميرر وحكى بمؤتمر صحفي ساعتين عن موضوع الكنديين اللي بيتجيبوه اهليهم من غزة بفيزا وطبعا اعملت انا ملخص للموضوع برضو على قناتي لكن جتني اسئلة كتير يمكن اسئلة حقدر اجاوبها حط كل الاسئلة عشان الناس يعني تعرف شو الاجوبة وفي اسئلة يمكن ما حقدر اجاوبها اكيد لان انا مش الوزير ولا انا صاحب القرار انا بس ناقل للخبر وان شاء الله نقدر ننقله بالطريقة الصحيحة جاني اسئلة عن موضوع الفيزة الطالب او شخص عنده فيزة عمل او اقامة عمل في كندا هذه الشباب بسموها اقامة مؤقتة لا اتوقع انه يسمحوا للاشخاص اللي معهم ان شاء الله اكون غلطان لكن لا اتوقع الكلام كله كان محكي عن الكنديين واللي معهم اقامة دائمة يعني طالب عقد عمل واحد جاي فيزة هدول اللي ما بقدروا تجيبوا حدا الشغلة الثانية كان على الاشخاص اللي موجودين في كندا الان اللي يجوا فيز عن طريق اهاليهم اخواتهم ابنائهم شو بقدروا يسووا بقدروا يقدموا على اقامة عمل بقدروا يقدموا على الورك بيرميت اه اوبن وورك بيرميت هدول الموجودين وحكي عنهم صريحا وانا صراحة سهيت عنه في الفيديو المسابق سؤال الثالث اللي جاني بما انه كان يحكي سبونسرشيب سبونسرشيب اه فاديش لازم يكون في مصاري عنا احنا عشان نقدر تسبونسر هل نقدر نعمل سبونسر لكل العيلة ولا لا عدد معين حسب عدد حسب الدخل تبعنا صراحة اه ما في توضيح لسه اتوقع انه في جانيور ينايذ حيطلع هذا التوضيح هل حيكون في هناك مبالغ مالية لازم انت تثبتها مش يخطوها منك بس لازم تثبتها انه انت دخلك السنة الماضية مثلا كان تمانين الف عشان تقدر تجيب اثنين مثلا مئة الف عشان تجيب اربعة مثلا او حيكون مفتوح زي البرنامج الاوكراني مثلا لكل الاشخاص اللي موجودين تقدر تجيبهم وصراحة الموضوع في دبيت كثير ما بعرف ما حافتي فيها ولكن زي ما بيحكوا التفاصيل مهمة جدا وحتطلع من قريبا ان شاء الله في جانيور ينادي سؤال الرابع اللي هو الاشخاص اللي موجودين خارج غزة بقدر اجيبهم يعني شخص موجود عندي في الاردن هو غزاوي بس موجود في الاردن انا اخو مثلا هل بقدر اجيبه برضو هذا سؤال مهم جدا هل هو الموضوع هم بس كانوا لانه كل كتير كان تركيزه على موضوع احنا مش مش موضوع هجرة هذا هذا موضوع سيفتي امن الاشخاص اللي موجودين في اماكن امنة هل حيجيبوهم واحد مثلا باسطنبول هل قاعد اقامة مؤقتة حتى مش اقامة دائمة اقامة مؤقتة هل بقدر يجيبه واحد مثلا عايش في المانيا طلع المانيا بطريقة معينة هل بقدر يجيبه صراحة لا اعرف ولكن التوقع التوقع لا ان شاء الله يكون غلطان ان شاء الله تقدر يجيبه الكل لكن لانه كان في تركيزه وكلامه كثير على موضوع السيفتي والسيكوريتي والامان والامور اللي زي هاي لكن كل هذا يبين في جانوري في سؤال جاني عن موضوع ابناء الاخ والاخت بقدر يجيبهم نعم السؤال اللي يجي بعده هل اذا كانوا متزوجين وعندهم عوائل نقدر نجيبهم صراحة ما في تفسير بهذا الموضوع لكن الموضوع اصلا يعني هم يعني ادخال الاخ والاخت وابنائهم كان استثناء فما ما اتوقع انهم رح يدخل الولاد الاخ لانه اقل واحد عنده ستمائة سبعمائة نفر في العيلة بهذا الطريقة فما اتوقع رح يقدر وهو اصلا كان نحكي عن مئات صراحة توقعات هاي اجين الاسئلة اللي قدرت اجاوبها جاوبتها اجاني اسئلة كتير صراحة وان شاء الله اقدر نجاوب اللي بنقدر عليه والله ووفي الجميع والله ينصر اهلنا يا الله